اشتركوا في القناة ثلاثية المصائب التي حلت بالبلاد لاكثر من ثلاثة عقود ويقول الثوار ان التغيير في اليمن لن ياتي بالحوارات والمفاوضات والمبادرات ولكن بحراك الشارع وتصعيد الاحتجاجات المتواصلة منذ اكثر من عشرة شهور الثوار طالب المجتمع الدولي الذي وصفوه بالمتراخي تجاه صالح بنزع الشرعية عن نظامه واتخاذ اجراءات على غرار ما اتخذ تجاه نظام الرئيس السوري بشار الاسد من تجميد للارصدة وحضر للسفر وزادوا على ذلك المطالبة بتقديم صالح لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم ضد الانسانية هو واركان نظامه اقلها في نظرهم قسم مئات من رفاقهم في ساحات التغيير وابدى المتظاهرون دهشتهم من مواقف بعض الدول العربية التي تدعم صالح ونظامه مطالبين العربة بمساندة الشعب الباقي وليس النظام الزائل حسب تعبيرهم وكان نهار الجمعة قد شهد مظاهرات حاشيدة ضد صالح ونظامه تحت شعار وما النصر الا من عند الله التي اكد خلالها المحتجون ان المنازلة ستحسم في الشارع وليس في ارويقة الساسة المغلقة اخر مناورات الرئيس حسب الثوار امهال احزاب المعارضة المنضوية تحت لافتة اللقاء المشترك ثلاثة ايام للاتفاق حول الية لتنفيذ المبادرة الخليجية ووفقا لهذه المبادرة الجديدة فان صالح سيتنازل عن صلاحيات اضافية لنائبه عبدرب منصور هادي تشمل دعوة الناخبين للاختراع في انتخابات رئاسية مبكرة واصدار قرار تكليف لرئيس وزراء جديد وقد ابدى الثوار رفضهم لهذه المبادرة الجديدة مذكرين الجميع برفضهم للمبادرة الخليجية ذاتها بين شارع يزداد غضبا وتحركات سياسية لا تقتربوا من مواقف الثوار يبدو المشهد اليمني مرشحا لماراثون طويل من الصراع والاضطراب وربما الفوضى